مشاهدين إذن لمزيد من التفاصيل مع الزميل طوني مزرعاني مرحبا بك يا طوني أهلا بك يا سيد إذن اجتماع في قصر بعبدة والموضوع الأمني هو الجدول الرئيس ولكن الوضع الاقتصادي يبدو أنه لن يناقش بشكل مي نعم وهذا ما سأتحدث عنه إذن رغم إصرار الرئاسة اللبنانية على انعقاد اللقاء الوطني يوم غد في القصر الجمهوري وأن اللقاء سيعقد بما انحضر رأت مصادر سياسية أن هذا اللقاء سيكون كغيره من اللقاءات السابقة التي مل منها اللبنانيون لأنه لن يتجاوز المشهدية السياسية هذا اللقاء يأتي رغم أعلان رؤساء الحكومة السابقين عن مقاطعته إضافة إلى حزب الكتائب اللبنانية وطيار المرضى وطيار المستقبل فيما تتجه الأنظار إلى ما سيعلنه اليوم حزب القوات اللبنانية والذي تشير مصادره إلى أن قراره يميل إلى السلبية أكثر منه إلى الإيجابية فالأطراف التي قررت المقاطعة أوضحت أن اللقاء الغد خال من جدول أعمال وأوضح أيضا أن إضافة إلى فشل الحكومة والعهد في تنفيذ أي إجراءة إصلاحية داخلية حتى الآن وأيضا خارجية كسياسة النائب النفس والتزام لبنان بالقرارات الدولية ولاحظت المصادر أنه بدلا من أن يكون حوار الغد مدخلا لتنفيذ الأحتقان والتشنج ورسم خريطة طريق للإنقاذ توقعت بأن يتحول للقاء إلى مساحة اشتباك جديدة على خلفية من سيشارك ومن سيقاطع في ظل إصرار الرئاسة على موقفها عقد الحوار بمن حضر وبحسب المصادر فأن الظروف الصعبة التي تعصف بلبنانيين سيتم اختصارها بالموضوع الأمني فقط في لقاء بعبد غدا رغم أهميته حيث رأت المصادر أن الهم المعيشي سيغيب عن اللقاء وأوضحت المصادر أن اللبنانيين يريدون خطوات عملية تضح حدا لارتفاع سعر الدولار وتخفف من غلاء الأسعار في وقت لم تظهر أي مؤشرة بعد إلى حلول قريبة في ظل التخبط المستمر في الأرقام وغياب الإصلاحات المرجوة هذا وراءة المصادر المتابعة لللقاء رئاسة الجمهورية غدا وكأن العهد يحاور نفسه وأن القوى التي قررت المقاطعة لا تلام على موقفها طالما أن دعوتها إلى اللقاء تقتصر على توفير الغطاء لنهج الحكومة والعهد الذي لم يعمل على اتخاذ أي خطوات تنفيذية تحد من الانهيار وجر لبنان نحو الأسوأ أترك لك هذا الموضوع إذن توني لا جدوى الموضوع في هذا الحوار حسب المعلومات حسب المصادر كما ذكرت حسين غير متفائلة بهذا اللقاء لأنه سيكون كغيره من اللقاء شكرا جزيلا لك زميلية توني مزرعاني